نظمت منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضر موت وبمدرية القطن حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين ليوم الاستقلال الناجس في الثلاثين من نوفمبر والذكرى السادسة والاربعين لتأسيس الحزب الاشتراكي وفي الحفل الخطابي نقل سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضر موت محمد الحامد تحاية الدكتور عبد الرحمن السقاف الأمين العام للحزبي وقيادة الحزب مهني أن الحضور بقدوم ذكرى الاستقلال الوطني المجيد وذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي هذا وأشار الحامد إلى حدة التدخلات الاقليمية والدولية في شؤون المحافظة ومحاولات جرها إلى حلبة الصراع اليمني والاقليمي والدولي ما ينذر بتحول حضر موت إلى ساحة رئيسية للصراع القادم مناشدنا للشقة ودول الاقليم أن ينأو عن التدخل في أمور حضر موت والامتناع عن تغذية الخلافات البينية ترجمة نانسي قنقر